الفصل الخاص بالاطفال اعتقد انه كان من اكتر الفصول الشيقة الطفل المصري كان احساسه ايه وهتهى شفت ايه وبحثت ووصلت لايه فيما يتعلق بقوة و باحساس و بوطنية الطفل المصري و احساسه ببلده الحقيقة انه يعني انا كانت مفاجأة ليا لما جيش اشتغلت على الجزء الخاص بالاطفال وبالذات المجلتين اللي انا اخترتهم كدراسة حالة اللي هما مجلت ميكي و مجلت سمير باعتبارهم المجلات الاكثر انتشارا في الوقت ده في مصر الحقيقة كان الصادة كان عالي جدا قد ما شوف الاطفال وهما بيبعثوا للمجلة انتبعاتهم وانه ازاي ان احنا فرحتنا الحقيقة ان احنا نشوف الجندي المصري وهو منتصر حتى في الهدايا اللي كانت بتتوجه مع المجلة البسترات نفسها صور للجنود في المعرقة صور للوطن العربي صور للعلم مرة كانوا عاملين شكل طيارة كده للاطفال اصلا كل ما هو بيوحي بانه المعرقة نفسها كانت لحد ما مؤسرة في الطفل وكلام الاطفال الحقيقة اللي كانوا بيبعثوها للارشيف المجلة او بيبعثوها للبريد المجلة يعني كانت بصراحة كانت مبهرة زي ايه كده اديني امثلة كده بسيطة لفكر او لجملة او لكلمة قالها طفل مصري يعني انا يمكن ابرز حاجة لفتت نظري ان في طفلة من اسكندرية كانت بتقول ان انا يعني شايفة انه الحرب هي فرحة الحقيقية انا مش محتاجة ان انا مثلا يعني ابوي يعني يجيب لي هدية او اي حاجة انا محتاجة انه فرحة الحقيقية هي بانتصار جندي في الحرب في الحرب اه ده حقيقة يعني دي كانت اكبر مثال يعني الصور اللي حضرتك حطيتها في الكتاب بتاعك وجمعتها جمعتها منين اه طبعا انا كنت باعتمد على يعني بالنسبة لجذيات الصور على مصادر رسمية اكتر اه اعتمدت على ارشيف هيئة الاستعلامات الى حد ما والكتابات الخاصة بيهم اه في بعض الكتب اللي كانت متاحة طبعا اه اللي كان فيها صور للمعرقة وكان فيه ارشيف طبعا اكتوبر اه ارشيفها يعني ضخم جدا وانا لما جيت اشتغلت على اكتوبر الحقيقة لقيت كم المصادر كبير جدا اه يمكن التميز بتاع الكتاب ان هو بيركز على جذيات الثقافة اه لكن الحقيقة ان محاور الكتب او المصادر اللي احنا كنا بنرجع لها احنا عندنا كتب فترة ما قبل اكتوبر عندنا كتب اثناء اكتوبر عندنا كتب كمان التحليلية اللي اشتغلت كمان بعد اكتوبر والدروس المستفادة والنتائج وطبعا اسد زعظام جدا كتبوا عن اكتوبر يعني حتى في كل الاستاذ هيكل الدكتور جمال حمدان ده بالاضافة طبعا للعظمة بتاعة الكتب العسكرية من اول مذكرات الرئيس انوار السلاة اللي عندنا المشير الجامسي كل ما هو يعني الحقيقة كانت كل ده كان الحقيقة كان خلفية مهمة جدا ليا وانا باكتب على الموضوع